بص بقى حبيبي انا مش جايب لك دلوقتي اهم ذكر تقوله في اليام دي بس ولكنه اهم ذكر تحافظ عليه وما تبطلوش ابدا اي لحظة في حياتك ايش معنى؟ لان الذكر ده بيعملك الحاجة اللي انت نفسك فيها في الدنيا واكتر حاجة انت نفسك فيها في الاخرة ايه اكتر حاجة نفسينا فيها في الدنيا؟ انه ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعانا ويكفينا الهم والغم وايه اكتر حاجة نفسينا فيها في الاخرة انه لما نقف بين يدي الله نلاقي ذنبنا مغفور اهو الذكر ده؟ يعمل لنا الحاجتين ايه هو الذكر ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب قلبي اهلا بكم سيدنا ابي ابن كعب جيلي النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله انا بصلي عليك كتير فاصلي عليك قد ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما شئت قال الربع اصلي عليك ربع الوقت اللي بقول فيه اذكار وادعية اديك ربعه اصلي على النبي فيه؟ قال ما شئت فان زدت فهو خير لك فسيدنا ابي بيحكي قال له طب النص يا رسول الله نص نص الوقت بتاع الادعية والاذكار صلى على النبي قال ما شئت فان زدت فهو خير لك قال الثلثين قال ما شئت فان زدت فهو خير لك قال يا رسول الله أدعى لك صلاتي كلها الوقت اللي أنا قاعد أقول فيه أذكار وأدعية أصلي على النبي بس قال إذن تكفى همك واغفر لك ذنبك شوف فيش أحسن من كده في الدنيا الذكر اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد طب إيه أجمل صيغة لي صيغة الإبراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد دي أحسن صيغة قلها قدي دي ناكفيك همك واخير لك ذنبك والحاجات اللي نفسك فيها شوفت الهداية عاملة إزاي صلوا على محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد أنا بحبكم في الله شوفكم بكرة بإذن الله تابع أشترك السياسة بطلالي كل الفيديوهات خير في الخير والدلع الخير كفاء إليه السلام عليكم